السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اخواني مجددا على قناتكم لحظة ارجو ان تكونوا بخير وعلى خير في الحقيقة اليوم فيديو اليوم والله ما نحب نتكلم فيه تماما الا ان الواجب كما يقولوا يحتم عليك باش تنقل المعلومة كما هي الهدف من هذه المعلومة هي هدف توعوي باش ننشط على ارض الواقع ونطالب بالحقوق التاعنا ان شاء الله وهذا هو الوقت اللي لازم نتحدو فيه ونوصل رسالتنا الى القائمين على هذه البلاد المعلومة اللي حبيت نشارككم بها هي ان وكالاء السيارات اللي رح يتقدموا بملفاتهم الى وزارة الصناعة من اجل الحصول على رخصة مؤقتة لاستيرات السيارات الجديدة ما همش رح يجيبونا السيارات خلال سنة 2020 طبقا للاجراءات اللي رح يتعاملوا معها مع مصنع الام قال لك ان الوكالاء هذه معلومة راني حننخبركم بها الوكالاء قال لك عدنا فترة زمنية محددة في الكونترا نجيبو المصنع يطينا سيارات فيها مثلا الوكالاء عندهم جانفي عندهم كوطة تح سيارات يرفضوها هذه 2021 كذلك بعد ثلاثة شهر عنده كوطة واخده اخرى لازم كذلك يروح يجيبها ويعاودي بحام قال لك احنا اذا جبنا سيارات في نهاية ديسمبر مثلا اذا منش نحكي على العام تعسنا اذا جبناها في 2021 راح تنعد عليهم هذه الكوطة وقادر هذه الكوطة ميكونوش كملوها وتجيهم كوطة اخرى وندخلو في سنة جديدة ان شاء الله تكونوا فهمتوا ابي بريل السبب اللي يخليهم ومش راح يجيبوا السيارات في نهاية سنة 2020 ورح ياخروه الى سنة 2021 وكما قلت لازم الان نوقفوا وقفة واحدة وكما قال لكم البارع اسواق انفوديزاد لازم نديروا متحدث رسمي يمثلكم امام السلطات العليا للبلاد لازم يتخيروا انتوما واحد او تكون كائنا جمعية او نوصلوا للميصاج التاعنا جمعية حماية المستهلك لان السوق الجزائري محتاجة سيارات بكثرة كائنا العديد من الطالبات السوق والسيارات لايه في السوق الجزائري متوفرش الطالبات على المواطنين مثلا اذا كانت السيارات راهي مليون سيارة في الجزائر الجزائر تحتاج الى سبع ملايين سيارة باش نوفروا جميع الطالبات وبهذا الخصوص كما قلت لكم راني موجد فيديو تح حملة ذكرت فيها جميع المعلومات ومعلومات تعبت عليها واحد الشهر وانا نخدم في هذا الفيديو والشروط هذه والمطالب بتاعنا لازم نأسوا قاعدة ولازم نخبروا الجميع باللي راح تكون حملة ان شاء الله من خلال هذا الفيديو لازم نوصلوا الميصاج التاعنا لما تكون عدنا قاعدة صحيحة وتكون عدنا عفوا ممثلين بزيف واشخاص مهتمين بهذا الموضوع كثيرا راح ننطلقوا في الحملة تاعنا ما نقدرش ذكاءنا الفيديو راه واجد ما نقدرش نحط هذا الفيديو ومع دناش اساس او قاعدة جماهيرية اللي تخلينا نوصلوا هذا الميصاج تاعنا الى اكبر عدد ممكن لازم نكون عدنا على الاقل خمسين الف الى ستين الف واحد نبدأ بهذا الفيديو ان شاء الله بنوصلوا الميصاج تاعنا الى اكبر عدد ممكن من المسائل والسلطات والوزارات ان شاء الله تكونوا فهمتوني وماذا بكم فقط تبداوا من الآن ان شاء الله نبدأوا ان شاء الله نهيئوا للحملة ان شاء الله وماذا بينا تكون في أقل وقت ممكن ما سمعنا على الأكثر إن شاء الله نبدأ في الحملة التعنا بإذن الله إن شاء الله هتوصلوا هذا الفيديو بيسمعوا باليرانة مقبلين على حملة إن شاء الله من خلال لايك فقط وبرتاجي فيه برك هذا ما كان لايك وبرتاج يوصل للفيديو التعنا والنداء التعنا والمطالب اللي راح نحكي عليها في الفيديو اللاحق إن شاء الله وإن شاء الله يعاونون كذلك ليوتيوبر وينقلوا هذا الفيديو على الصفحة التحام خاصة ليوتيوبر اللي عنده مشتركين كثير لازم ينشطوا لازم يدعمونا في الواقع إن شاء الله ومعا باش نجيبوا إن شاء الله حقنا والسلام عليكم